المعروف والمعمول به أن الدول عندما تريد أن تستورد شيء تلجأ إلى الجهة التي تستورد منها مباشرة إذا أردت أن تستورد تروح للجهة التي تصنع هذا الشيء وتستورده لكن أن تلجأ إلى جهة هي تستورد لك فهذا العجب العجاب نراه في الجزائر كثيرة حيث أنه وحد الوقت يجيبه في قطع الغيار والسيارات والأمور تعل مرسدس منين يجيبه فيها؟ ما يروحوش لألمانيا يجيبه فيها من عند رجال أعمال في الإمارات ويتم تزويد هذه القطع حتى وزارة الدفاع عندها التركيب تعل مرسدس وشحنات وكذا وكذا والحفلات والسيارات تعل مرسدس هذو كان يخصيهم بالعسكر يجيبه فيها من الإمارات وعليش؟ علش جيب من الإمارات؟ علش ما تروحش تجيب من ألمانيا مباشرة؟ ألمانيا قريبة ليك وأفضل ليك وتكاليف تجيبها مباشرة من عند الصانع لليد الأولى لكن تا رابح لا يفضل أن يجيبوها من الإمارات العربية المتحدة وبهذه الطريقة وانهي وإذنك هاي ومليارات مشات في هذه الحكاية لم يقتصر الأمر على هذا فقط يا إخوان رأي كان سلع أخرى يجيبوها من بلد هي تجيب من بلد أخرى هناك سلع تجيب من المغرب تروح من المغرب لأن الحدود مغلوقة تروح لإسبانيا ومن إسبانيا تروح لفرنسا ومن فرنسا ترجع للجزاء وتخيل كان من الممكن فيها أمور فواكه وخضر كان من الممكن يجيبوها بأرخص الأثماء على الحدود لا يستفيد المصدر المغربي ثم بعد ذلك المستورد الإسباني يستفيد ثم يزيد يصدرها إلى فرنسا يستفيد المستورد والمصدر الإسباني والمستورد الفرنسي ثم بعد ذلك يزيد يستفيد المصدر الفرنسي وبعد ذلك يستلمها المصدر المسورد الجزائري والضعف والسعر يتضاعف عدة مرة لم يقتصر الأمر هذا تخيلوا تبون علن عليك تلك المظرع اللي يحب يديرها في الجنوب باش يجيبوا فيها الأبقار باش يدير الغبر اللي تعالح لي منين يجيب الأبقار؟ من قطر الصفقة ديرها مع قطر قطر تربي أبقار ما عندها مش عنزة عندها أبقار قطر منين يجيب؟ هم يجيب هم الهند يعني قطر تروح تجيب صفقة مع الهند وجيب زي تعاود تدير لك صفقة أخرى وتخدم لك هذا وعليش ما تروحش أنت مباشرة أنت بلد ثري ما تحتاج أنت أغنى من قطر أضعاف مضاعفة علش حتى تحتاج إلى قطر الوسيط بينك وبين الهند علش ما تروحش أنت مباشرة جيب من الهند هايا بالله يعليك ما علش رضو ختاب يوم نحكي لكم شها لهذه يا جماعة أقسم بالله يا وحد التلعبات فيما جاء فيها حتى بضائع إسرائيلية بضائع إسرائيلية تصدر إلى أوروبا ثم يغيروا لهم الكراتين واللي يجيبوهم جزائريين ويقولوا لهم غيروا الكراتين فقط ديروا صنعة كذا في كذا وأمشي الصين الصين أيضا والله ما نقدر أن نوصف لكم حجم التلعبات بأموال البلد في مثل هذه الأولى أتدري عندما أنت تخلي بدل أنه الهند هي تربي في الأبقى ولا هولندا ولا روح يجيبهم أنت مباشرة عندك مستثمرين عندك رجال مال وعمال يقوموا بهذا الدور ما تحتاج يعني أنت وزين مزرعا باش تدير فيها الغبرة تحتاج القطر جدير هالك قطر ظهرت دولة في منتصف التسعينات يعني بدأت توقف على رجليها والجزائر اللي صبقتها سنين طويلة وبلد أغنى منها أضعاف مضاعفة قلت تستنى قطر تجيد دير لك مزرعة وحتى الحرب اللي يعلنها الإمارات رهي بسبب رهي تلعبات يلعبوا فيها تحت الطاولة مع قطر باش تحل قطر في مكان الإمارات العربية المتحدة في كل المشاريع اللي موجودة لها في الجزائر يالله يا جماعة الخير هذا نوع من العبث بالمال العام فقط عبث بالمال العام وأعتقد بأنه هذه الأمور راهي بسبب الفساد لأنه يهربوا في الأموال يا روارة وسلاح ثاني يجيبوه بطريقة غير مباشرة كان اللي يجيبوه من الروس كان اللي يخلوا الروس يجيبوه لهم من أماكن أخرى وكان أسلحة يجيبوها يروحوا للسويد وغيره باش يجيبوا أسلحة لا خليه شوفوا يروحوا للروس يقولوا له مرانا جابرنا واحد السلاح روح عن بلد أخر في البرازيل وفي غيرها روحوا يجيبوه انتم وزيدوا بيعهون وصلت الأمور هكذا كل بسبب نفخ الفواتير والتلاعب بالمال العام وأعتقد بأنه حالنا بهذه الطريقة والله لن تشرق علينا شمس تطور بل سنتعور ونتخور ونتهور ونتجور ونتظور ونتصور على أنقاذ ما نظنه إنقاذ لبلادنا للأسف الشديد يعني أنتم شوفوا مافيات هذه الاستراد والتصدير تشوفوا الأموال الطائلة اللي هربوها من الجزائر بطرق غير مشروعة راهي ومرجعوا حتى شيء وما زال الأمر قائم إلى يومنا هذا في عهد هذا التفون الذي لا يملك غير الكلام والمصرحيات التي لا طائلة ترجى منها وأعتقد إن واصلنا على هذا الحال فأنتظروا سوء المآل لا قدر الله وضع كلاما ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر